ترجمة نانسي قنقر 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 وترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسية قنقر VANIF انقال انقبي تعادش انت تحرمني من الأجر سأضع الماء سن مبكر أنا روحي أحس أني أباطع أفكر أني يوم أكبر أنا أساعد الناس لا أرى أحد تعبان لا أرى أحد مضرر أو شيء فأديت في المدرسة دائماً أقول لهم أنا يوم أكبر أسوي جمعية خيرية وأنا يوم أكبر أسوي هذا وهم يقولون لي ليش وما أدري كيف وهذا فيه طبعاً ما حد من الشباب يوافق أنا حد يقول لي لا أنت ما رأيك هنا عندي الجورنل ما أكتبه حق صف اللغة الإنجليزية في الصف الخامس في 2001 أظن ما أكتبته إذا لا أعرف إذا تقدرون أن تقرونه هو كان فيه أنا أبغي أكبر وأكون مدير مكان وأكون هنا أساعد الناس والفقراء فأتوقعت هذا الشيء يعني بيتحقق لي يوم بيكون عمري يمكن أربعين ولا خمسين إن أنا بكون مقدر أني أنا ساعد حد وأعطي حد لكن الحمد لله بتوفيق رب العالمين ودعم الناس لكلهم اللي حوالينا ما قصروا وليوم أنا عمري عشرين وأسست مجموعة تطوعية ويا الإخوان والحمد لله أنا دعم من كل مكان من الدوائر الحكومية من الشباب والمجتمع ما قصروا العمل التطوعي لازم يكون نابع من قلبك لا يريد أن تكون مجبر أو تشعر أنك مجبر أنك تسوي هذا الشيء إذا أنت مقتنع أن أنت لازم تطوع هذا الشيء بيطلع من نفسك حتى بتبتكر بالأشكال التي تطوع بها ما بشارط أن تسمع تطوع تحسب لا لازم تعطي بيزات لا أنت تقدر تطوع بفكرك تقدر تطوع بوقتك تقدر تطوع بأي طريقة من الطرق مثلاً تطوع بالفكرة أنت تكون عندك فكرة وأنت لا تقدر تسويها أو تطبقها تصبح مثلاً عند جهة معينة وتعطيهم الفكرة تطوع بالفكرة وهم يتبنونها لذلك لا تحصل أي شيء من وراء هذه الفكرة فهذا بيكون تطوع بالفكر أنزين مجموعة لذلك هو الريال الذي تطوع الذي يستقبل هذا التطوع ما يشعر يشعر أنه أحد مهتم يفكر به مثلاً العامل المتغرب هذا متغرب من بلاده يشتغل الليل و النهار لا أحد يقدره كل أحد يطالب باحتقار أنه بوجود المجتمع تطوع تطوع مع ابتسامة أو شيء بسيط لا ينقص أي شيء من عندك بالعكس يزيد لك ويكون شيء أثر نفسي لك ويكون لك أجر من رب العالمين عندكم الثقافة التطوع الثقافة التطوع يمكن حد من الناس يقول لا، هذه الثقافة يديدة علينا أو نحن تولي نسمع بها في مبادرات حين يتكلمون عن التطوع لكن أنا بغي أقول لكم التطوع موجود عندنا من زمان ويمكن أن يسمونه الفزعة مثل ما تعرفون عند الشواب فهذا الشيء تعلمنا في وقتنا الحاضر التجربة التي عيشناها من الشيخ زايد الله يرحمه من الشيخ مكتوم الله يرحمه وشيوخنا الحاليين كلهم لا يقصرون ونحنا من الكثير ما نرى الشيخ زايد موقفة مع الناس ومع الفقارة الحمد لله تعلمنا واستلهمنا واحد أشياء من هذا الفكر الذي كان يحاول أن ينامي فينا نحن مواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة عندي قصة بعد قصيرة عن أيام الشيخ سعيد المكتوم اليوم وايد أريدكم القصص من قبل المصدية وشيخ سعيد المكتوم يدور في الليل وينبي فوق الاني شون شخص من تلاحظ يوجد صعية وليس اطلاع لا يوجد صعية ولا يوجد صعبة الميرس أو يعرض مشكلته تدام الناس الميرس أو يعرض مشكلته الميرس أو يعرض شئ أقع من هذا المنزل وضع هذه المجموعة مقابلة هي أكبر 50% بنات و50% شباب ولكن هذا المنزل لأنهم كلهم مع تجانين أشعر أفكار بالعديد وأشعر أفكار بالعديد مع المبادرات والمجموعات اللي موجودة حالياً الحمد لله أنا وائد مستانس ومرتاح إن هالأفكار والأشياء طلعت في دولة المارات عندنا حين أنتكم أنتم بتطلعون سهلين مثلاً الجمعية بتشوف بوكك في مئتين أنا بقول لك شو تسوي قبل ما تشتري أي شيء هاي الأمية حطها في مال التبرع أو عطها واحد فقير شفت عامل أي واحد محتاج في نظرك أنت والأمية الثانية ستعملها في الشيء اللي أنت تباه صدقوني إنها ما بضيحة لو كنت محتاج لها يمكن في نفس اليوم أو في نفس الأسبوع بتردلك ألف أو أكثر وأنا جربتها الشيء وباقي متجربوني طبعاً إذا قلنا هذا يحاضرنا يقولنا ما نفعل؟ لماذا نفعل ذلك؟ نحن لا نفعل ذلك نفعل نسعى وراء الرزق نفعل نشتغل ونسويلنا شيء نستفيد منه نقول لكم التطوع يفيدكم بكل طريقة من حياتكم الواحد يطوى يمكن بعض الإخوان هنا يجربه وأنا أعرفهم يوم أنت تطوع وتخلص يعني تشوف هذا الإنسان استفاد منك أنت تحسي أن شيء طاح من على ظهرك تحسي أنك أنت ماذا؟ قد تفعل شيء خلاص فرحان إلى أقصى درجة فأنت ينفعل هذا الشيء لا يكون لحد ولا يكون لمردود مادي ولا يكون لمردود من أي جهة ولا ترى أحد يشكرك هذا شيء مهم يوم يطوعون بعضهم يمكن أن يكون لهم ثقافة طوعية يترى ما تحدث؟ ما تضعون لهم؟ أخبرتهم لذلك 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 يجب أن يستعنس ويجب أن يتطوع يجب أن يتطوع ويجب أن يتطوع يجب أن ترى هؤلاء المجتمع تريد أن تزيدهم الوعي عن التطوع ويجب أن يقرسون أكثر عن التطوع ويخبر أهم شيء أخوان الصغار أو أفراد العائل الصغار عن التطوع أبسط أن يومي هذا الصغير يضع الصحان يتغدأ أو يأكل يجب أن ينعرف أن هناك خادمة يجب أن تتخبر أن تتخبر أن تتخبر وأن تود لأن هذا الشيء أنت سويته أنا أبقى أن تعلمونهم وتنمون فيهم هذا الشيء لكي نزرع يجب أن يكبرون يكون شيء موجود فينا في السم لا يكون شيء أنهم مجبرين يمكن أن يكون من أشباب يقول لهم يقول لهم يقول لهم يقول لهم إن شاء الله يسكتني يقول لهم يوم لهذا من خمسين يومي خمسة أنا أبا هذا من نفسكم لا أبا أجبر أحد ولا أبا أحد يسوي غصب بس أباكم أنتم تقرون عننا وروحكم تجربون هذا الشيء تحسون بقيمته تحسون كيف يفيدكم في كل نقطة من حياتكم إن شاء الله ومهما وصلتوا باب مسدود أو وصلتوا مكان مسدود تأكدوا أن هذا الباب ينفتح كل ما تسوون أنتم الخير هنا بعض الصور عندنا من الحملات اللي سويناها وزعنا على العمال حاولنا نسوي شيء أنه يفرحهم وفي نفس الوقت يعني يكون له مردود على المجتمع يشجع المجتمع أن أنت تتبرع أو أنت تساعد وتساهم وتتطوع في هذه الأشياء وأتمنى أن كل واحد منكم استفاد من هذه لكن قبل أن تخرجوا من هنا أبقى كل واحد يطوع لا يسألني كيف كلكم فكروا وتعرفون ما هي الطريقة اللي لازم تطوعون بها مشكورين ما قصرتوا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر